المحاوة الأساسية المؤتمر هي كانت أول شيء تشجيع الشباب في قسم مهم من المؤتمر للجراحين الشباب يلي هن قدموا محاضرات وقدموا أبحاث مهمة جداً لهلأ وتشجيعهم على البحث العلمي والمتابعة العلمية والمشاركة بالمؤتمرات الموضوع المحور الثاني يدي ركز عليه المؤتمر هو الطب المسند بالدليل يلي هو الـ Evidence Based Medicine يلي رفع مستوى وتوحيد الأداء الجراحي عند جميع الجراحين يلي هو معمول فيه في كل أنحاء العالم والتي يكون فيه مرجعية علمية دائماً للأداء الطبي في عنا خوالي 35 محاضرة مع جزائر بعض جلسات محاضرين من جميع أحلاء سوريا ومستضافين ضيف من مصر كمان إن شاء الله تعالى حالي لحيكي بعض الضهر على جراحة البداني عنا أكثر من محور المحور الأساسي هو جراحة السدي وفي حالات سرية قدمنا اكتحات للشباب هي حالات منشورة علمياً بمجلات محكمة دولياً في عنا محور ثاني هو جراحة البداني وفي عنا محور جراحات الغدود والحرب بشكل عام مؤتمر رابط الجراحة العامة في سوريا هو يكون فرصة لالتقاء الزملاء من كافة المحافظات لنقل الخبرات وتبادل آراء حول حالات الجراحة طبعاً يتم عرض حالات مميزة حالات محددة ليس بشكل عام فتبادل الخبرات والتقاء الزملاء نستطيع أن نصل إلى الأفكار الصحيحة في علاج أي مرض من خلال الفكرة الجراحية التي تطبق لدى المريض محاضرتي كانت عن التحدث عن المستجدات بعلاج سرطان السدي قبل وبعد الجراحة كتير مهم نحن يكون في تعاون بيننا وبين أطباء الجراحة لحتى نوصل للشفاء مع المريضة لأنه نحن علاجنا عم يعتمد أنه نحن نعطي جرعات كبداية من حشان نحاول نصغر حجم الورم بهالحالة هي بيكون عنا مساعدة كتير كبيرة من قبل الجراح أنه يقدر يستقصل السدي بشكل كامل أو أنه نضطر نحن فقط أنه نستقصل بشكل ربعي بعد ما نحتج جرعات لأنه بهالحالة هي نحن قدرنا نزغر حجم الورم بهالحالة هي صارت نفسية المريضة أفضل ما احترت أنه تستقصل السدي بشكل كامل أو أنه تخسره بشكل كامل المؤتمر مهم جدا لأطباء الجراح العامة لمناقشة مستجدات هذا الاختصاص ومن أجل مناقشة حالات سريرية وجدت مع زملائنا الجراحين العامين ومناقشتها وأفضل سبل العلاج لها اشتركوا في القناة